في مستهل زيارته الى بريطانيا التقى ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد ابن زايد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون في مقر الحكومة البريطانية في تين داونينغ ستريت وتبادل الجانبان الرؤى بشأن القضايا الثنائية اضافة الى عدد من القضايا الاقليمية والدولية وقضايا منطقة الشرق الاوسط واهمية احلال السلام واشاد رئيس الوزراء البريطاني بتعامل الامارات الناجح مع فيروس كورونا تهانين على الطريقة التي تمكنت بها الامارات من التعامل مع كوفيد 19 لقد كانت فعالة للغاية رائعة حقا لقد اختبرتم 17 مليون شخص على الرغم من ان عدد سكانكم يبلغ عشرة ملايين زيارة ولي عهد ابو ظبي تسهم في تعزيز العلاقة بين البلدين وبرغات الارقام تعد الامارات اكبر سوق للصادرات البريطانية في المنطقة والرابع عالميا خارج الاتحاد الاوروبي حيث بلغت تجارة سلع غير النفطية 9 مليارات جنيه سترليني خلال عام 2018 بينما يتوقع ان يصل التبادل التجاري المستهدف بين البلدين في عام 2020 الى 25 مليار جنيه سترليني فضلا عن جهود الامارات للانتقال نحو نموذج الاقتصاد الجديد القائم على الابتكار والبحث والتطوير والذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر